السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد نشوفوا الحال كيفاش رح يكون صبحت هذا التنين إن شاء الله على مستوى بلدى والحمد لله يا ربي لأنها عنا مدة مشفناش غيوم كتيفة وأمطار تهم بعد الولايات الوسطى وأيضا شرقية من البلاد وكذلك الغيوم تمتد حتى بعد الولايات الداخلية الشرقية بينما على غرب البلاد عموما ملبدة في بعد الأحيان بعد الأحيان بقللة الغيوب وأيضا نسمى صفية للهضب العليا الوسطى وأيضا للغربية والسحراء الوسطى شمال السحراء الوحات منطقة سارة الجنوب الغربي بيستنا سما بولبدة على أقصى الجنوب هذه مع الصباح نشوفوا الظاهرة إن شاء الله خلال ظاهرة الغيوم تبقى الكتيفة تهم بعد الولايات الشرقية تعاملتنا مع دائما بعد الأمطار بينما تتحسن الحال شوية على الولايات الوسطى وأيضا الغربية دائما النشاط الرعد يبقى يهم أقصى الجنوب خاصة ولاية برج باجي مختار وعنقي سامح بيقول كي قلت ولاية برج باجي مختار ما هوش مدينة برج باجي مختار ولاية برج باجي مختار رأي كبيرة رأي بلاد قيس بلاد وكذلك بعد المناطق تعالهوغار أما السما صفية والدنيا هانية على الصحراء الوسطى الواحات شمال الصحراء وأيضا منطقة الصورة توكن جوزولي درجة الحرارة هنا مهمة جدا الحرارة مع الصباح نقدر نقوله رأي هيلة أنه مدة مشنة ستاة سبعة عشر درجة الخطران شوفوها على مؤتمر المدن تعالهوغار بالعليا ما تفوت الواحد وعشرين على المناطق الساحلية الصحراء ما زال شوية طرعبة الحمد لله رأي في المعدل فصلية تحاكب الصحراء البسطة واحد وثلاثين الهوغارو التسطيري ستة وعشرين سبعة وعشرين الواحة ثلاثين بشار سبعة وعشرين وواحد وثلاثين بمنطقة تندوف هذه مع الصباح نشوفو الظاهرة كيف عشتكم الحرارة هنا كذلك تعرف انخفاض خاصة على كل مدن ساحلية كما عندنا بواحد الخمسة وعشرين البهر احكا كفات ثلاثين ستة وعشرين بالعاصمة وهرا سبعة وعشرين الهضبة العليا ما بين مجاتباتنا ولا سطيف ولا سقهراص حوالي واحدة الخمسة وعشرين ستة وعشرين درجة كذلك الجلفة تسعة وعشرين البيض كذلك على الصحر الوسطى خمسة وعشرين الجنوب الغربي هنا على مقياس خاصة مدينة تندوف وننتظروا ستة وعشرين درجة بورج باج المختارة لنواربعين وعن قزامة أربعة وعشرين درجة مئةوية دوق جزولي الملاحة والصعيد البحري البحار فيه تموجات مالغرين ريح ضعيف لأنها تموجات تبقى تعلب ريح لنسب البرح مع الغيوم هذه اللي همت بعد الولايات الشرقية لاتجاه تقريح يكون شرقي تماما حرارة مئة واحد سبعة وعشرين درجة مئةوية الإشاعة السمشية ما بين ثمانية إلى تسعة على عشرة والرؤية دائما هايلا من ربعة إلى ثمنة أمية البحرية وكالعادة نختم هذه النشرة الجوية دائما بالمعلومات الفلكية الشرق وغرب السمشي لهذا الثنين ثمانية وعشرين أوت ألفين وثلاثة وعشرين نما في قل ديغان قلكم ربي دوم قسطوكم ويمنعش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا